ناقش اللقاء بسيئون برئاسة وكيل المحافظة المساعدة لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي سبل التغلب على التحديات التي تواجه مشروع مجاري سيئون وإيجاد معالجات سريعة ومناسبة لها وأقرى اللقاء الذي ضم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي بوادي حضر موت عامر العامري والجهاد ذات الصلة حصر كافة الأعمال المنجزة التي تمت في المقطع التجريبي بمدينة سيئون المتبقي منها واستكمال كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بهذا الخصوص وذلك خلال فترة زمنية محددة وشدد وكيل المحافظة المساعدة على ضرورة التعاون والعمل بواترة عالية وبروح الفريق الواحد لاستكمال هذا المشروع الحيوي كونه سيسهم في معالجة الكثير من المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية